قادي صدري مفتوح لرصاصة الطار اللي محياه راكي مش ده اللي جابك لغاية هنا؟ لو الحل رصاصة في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبة زي اللي عملوها لا انت مش جاية تردي بتطارك؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز طب وانا اضمن منين الكلام ده اقل له اديني امارة عشان عارف ابلع الكلمتين اشرب لك كوباية مية عشان تبلع واذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافية استني بس استني ما تاخدينيش على الحامي كده رواي اللي عندي خلص ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفك يعني انت شايف ان طارك عند النوح اللي لسه سمع صوت غريب وهو بيصرخ في وش شابوه وهو بيقوله الحكومة ملهاش في اللي بيننا وبين خميس ساعتها النوح ما كانش سمع حد كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو التمن كان ابنه هو انت جاية تبراي غريب ولا جاية توراتي النوح لتنين يا فاندينا براقة غريب وطار ودين فرقابتي عمري ما هنساها لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي ما يلزمكش فضاها سيرة انت ست فصحية انها مشاكلك بميت راجل وشوق بقى اللي انت مسرحها وراي في كل حتة دي اعمل فيها ايه هلاقلها نفضلها ولا كأنها حشرة حشرة ايه كده خلصت دورها اتفقنا والفتحة قال لي يخون العهد ويتوب عني يا ربينا تقريش لي امين انت تجننت يا رمانة الشيطان ليقب معاك الدنيقة ورماكة في التهلكة حد يعمل اللي عملتيه مع الباشا ده انت يا رمانة ايوانا ده راجل عينه زيخ ويده اطول من لسانه عايزنا اعمله ايه يعني اهشكه ولا زخزعه عشان يكاركر ما تحلوا عن نفوخي بقى لا 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 انت لا يمكن تكون رمانة اللي انا عرفها انت لازم يتعملك زار وتتريق انت اكيد ملبوسة يا اخي ولا ملبوسة ولا مكبوسة حلوا عني انتوا بس واسبوني فحالي قبل ما حل عنيك يا رمانة الامانة المهنية بتحتم علي ان انا وريكي عشان بس تعرف اللي بترفوسي عشانه النعمة بيعمل من وراك ايه وانت بتدقوني ليه يعني وانا مالي بس ايه رأيك تحس ان افندينا مزاجه عالي العالم عناب لا والبيت تبوسي ايه المزبطة على التراك اخر حلاوة طبعا البركة فيك ما هي تربية ايديك وانت ما تمرش فيك التربية ليه قصر في يومك اللي مش فايد ده احنا لسه في اوله اسمعيني يا رمانة انا عايزك تنتبه اللقمة عيشك عشان ما تخسريش كل حاجة فاهماني ولا ايه انت بتهددني تاني؟ لا بهددك ولا بتهدديني انا بس جاي انا وارك عشان اللي بيننا عايشوا بغاشا وما ينكرش البغاشا غير ولاد الحرام ربنا يبعدنا عنهم بقولك ايه يا مالت هي بوسي خرجت مع فاندينا ولا لا انا بعتلك الفيديو ده واتسقب عشان لما تفوي من الغيبوبة اللي انت فيها تبقب السلام يا نجمة مرسي شكرا لقيمة واضح انك بتحب المكان ده قوي ده يعني بعض سواعي كده برتاح فيه سواعي؟ ها دي ذكريات بقى زمان ايام كان فيه مزاج المزاج بقى كان بيجي هنا مع ماما بيجي مع مين ازاي يعني؟ يعني ما جيتش هنا مع حد تاني؟ لا جيت طبعا مع واحدة زي اللي كانت معاك في الحفلة؟ حفلة انهين حفلة رجوعي البنت اللي كانت لازق فيك طول الحفلة وما ثبتكش خالص اه لا ده انت مركزة معايا من زمان بقى ما تطلعش فيها قوي قولي بقى هيا مين واحدة من زمان خلصت زي الحاجات اللي خلصت كنت بتحبها؟ انت جاغلة روحك بغيرك ليه؟ ما تركزي في نفسك انت طلبت مني اني ما تدبش عليكي وانا بحاول اوفي بوعدي معاكي قومي معايا على فيه؟ فيه مشوار مهم لازم ان نعمله قبل ما نتجاوز موسيقى 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 اتفضلي واو ايه المكان الحلو ده؟ ايه رأيك؟ دي حتتي ومنطيتي انا تولدت هنا واتفطنت عالدنيا ويعيت عليها من هنا وعرفت ازاي بقى انا عايز اعرفك على حاجة أنا وعدتك لا هكذب ولا خمب عليكي حاجة طب قلني، أنت ساكن فين هنا؟ أنا ساكن هنا أوه، في المدة هنا؟ وهدخلك داخل أملوكي كمان أمطني أمري معدد أريكي العربية تعال اركاب ميش إيه دا يا خميس؟ دا يا ستي التوك دوك قصدك اليالو كاف يعني حاجة زي جيل إيه اللي أنت ونسي الاخترار التوكيس؟ تيك 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 يا زز يا زز تعال تفوتنا؟ أبوري أعايز حاجة؟ أصلا قفندين، أنا موصينا نعمل كل اليأت عايزاء أنا مش عاوزة حاجة أنا عاوزة أعرف ملي مع خميس دي لا دي ديف انا معرفها قشت ديف؟ طب الفيز دي، لا قفندين، إيه سوايني ولا حاجة؟ بالحضن يا ريحة الغاليين ازيك يا تان يا حبيبتي يا بنت الرجل اللي عايشين في خيره كلنا امر يا اختي امر امر براحة براحة يا حاجة براحة حملة جديد واحدة واحدة كرامة تعالي 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 سلمي ما تخافيش كرامة مراتي مراتك ها ازايك معلش اصل صوتها بعافية شوية الف السلام عليك دي بقى يا ستي ميس فريدة بنت الراجل الكبير الباشر اصلي 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 مفيش حاجة زهقانا ارثانا اي حاجة لا الحكاية مش حكاية عرف ولا حكاية ازايها كل من بصتك في البلكونة اللي حجي باجلك قديني سايبهالك وسايبالك القضة كلها استني عندك هنا انا عايزة افهم في ايه 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 الحكاية ولدي فاكرا نفسك انك كبرت علي خلاص انت عايزة اميني دلوقتي عايزة اعرف في ايف مخك ياوه يا ابنت يا إيه ياستر Seri ما تزرزریش عليها قوي كده قولك يا فتنا يا حبيبتي قعد يا إيه يا صديقي يا حبيبتي أنا إنا خايف عليك والراجل اللي أنت بص علي لو جه بس الرجلين قابلي الإيدين عشان يخدك مش هن swinging لي بقى ان شاء الله عشان دة لو حصل اخاف عليك يا إيه يا إيه تترميلي وانت لسه فايزة الشباب طفي من بقك يا مربنا انا تجي من كل شر وينا تجيك من شر نفسك بس نيفس اعرف مين اللي جات مع الحارة بس مش بقولك اخرتك ان شاء الله سرى يا الصفرة طيب بقولك ايه ما تقومي تسيبيني وتشوفي كده كنت بتعملي ايه يا بنت فوقي خميسة متجوز مراته عامة بتتكلمش بس بتتعيبش وي مين اللي جاب سيرت مراته دلوقتي انا عاوز اعرف مين اللي كانت معاه في الحارة يا لهوي يا لهوي منك يا فوتنا حتجننيني اكيد هيتجوزها اكيد دي عروسها امال هتكون مني يعني انا شفت ام وهي بتحدونها زي ما حضنتني زماني كانت بتعينها بس ده قلعني مراته ماي لازم تعرف يا غايبة دي كانت ببصلي زي ما تكون زي ما تكون بتواسيني اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه يا رب انا كان لازم اسأله مندي لازم اقوله جايا ليه نفسي اتكلم بقى نفسي اصرخ نفسي حد يحس بي وحتى لو اتكلمت هتكلم اقوله ايه يا رب يا رب نفسي مستوى لعيلة مش قد كده انت كتت عارف انه متجاوز Of course وما قلت ليش ليه في المستوى ده مش عيب عندهم الواحد يتجاوز اتنين وكنت عارف ان هو هيقولك أمه ست غريبة قوي أنا خفت منها بس مراته شكلها طي وزي الأمر يا فاري يا حبيبتي أنت اللي لازم تحسين الأمر وتاخدي قرارك هتجاوزه حتى لو كان على ضر ومبسوطة على قل ما كذبش علي ودي حاجة تستخبه بس عايزك تفتكري ان انت اللي خدت القرار بنفسك من غير أي ضغط مني مش عارفة ليه لحد دلوقتي مش يمكن عشان خطرك أنا قلت كده برضه بس أنا بقى عندي شروط شروط يا حبيبتي زي ما انت عايزة شروط يا حبيبتي وهو قلت كده آه لا عنده حق بدي مش لا حافظتها فانسي 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 طيب أنا مضطرفة دلوقتي عشان أنا مداخل على لجنة باي باي رخصك 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 بطل غلاسة وقل لي مين اللي كانت معاك دي مين اللي كانت معايا فين مين الغندورة الصيحة اللي روحت جبتها لنا وعملتلي فيها مرشة صيحة وعملت فرجها هنا وهنا وقال ايه في الآخر روحتها آه انت وصدك على ميس فريدة ايو 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 ده دي اخر الصيحة موجودة عندنا في مصر وعشان كده لازم اهتم بيها واخد بالي منع منعرفتك عليها ايوة مين ميس فريدة خطبتي وايه فانسي في ايه يا اخويا فانسي ايه ايه علمتها لي باللغات في منع ده أنا لسه كنت عند حنتومة وم حنتومة 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 لنت لسه بتروع عند البيت الدجالة دي غلط كده يا شو انت اكيد بتهزع مش كده اكيد عايز مصلحة من البيت دي وبعد كده هتخلص منها وانا طبعا معاك زي ما هنجيب رجلة تانية ونخلص منها مش كده تانية مين ورجلي مين انت ايه وريني يا نهرب يا حرارة كم مرة قولنا بلاش نشاش ساعة ونخرج في الفسحة فسحة هتقيمة لو مجلولة ومكرزة هقولك قتيل في البيت ده ليه كده يا شراني فانا زعلتك في حاجة انا زعلتك في حاجة طب ليه انت عايز اين البيت دي بالزبط؟ الجواز ان شاء الله على سنة الله يا رسوله طب ولي بينا 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 يا مرات الخال مرات الخال دلوقتي بس يا اخويا افتكرت اني مرات الخال والشقة اللي على المحارة والفرش اللي حنفرشه سوا والهججال اللي حنهجه مع بعض ايه ده 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 ا الكلام اللي بتقوليه ده اضطيل فيه رئيب احنا صعايدة كل اللي هقدر عملهولك اني هعمل نفسي كأني كأني ما سمعتش فاهمة؟ ونصيحة مني يا شو ما تخلنيش هلمحك ديني معقول يا بوسنة الايام حتتكسف على دمها وترجع تضحك لنا تاني انا مش قلتلك خميس ده وش الساعة من يوم ما خرج والايام بتخلع توبها لسود والفرح عرف طريق بيتنا دي فرحانة بالبيت ولا بالجوازها حاجها فرحانة بالحق اللي رجع لاصحاب وكرامة كرامة مل حدد اسلاها على طرف والضرة اللي انت عجيبها تقعد فوق دماغها وتفكرها كل ساعة والتانية بعجزها وخراسها كلامك مش مريحني يا بوسنة البيت تصلاها صعبان علي يا حاجها مهما كان دي امانة في القبيتنا بقى ابو سنة مش حاجة يا حاجها انا بس عايز اقولك ان عظم التربة لو علينا حق مش حنفتش في قديمه لا قديمه ولا جديده خلاص عادش فيه فايدة انت ليه عايز تدفي فرحتي انا مش عايز تدفي فرحتيك ولا حاجة يا حاجها انا بصح بس اللي مات جواكي قبل ما فوت القواني انا خاف لفرحة زي دي تنسينا احنا مين ونبقى ايه لبعض احنا اخوات والدم اللي بيجري في عرقنا واحد وروحنا متشعلقة في بعض ايه وعاة تنسى الحقيقة دي يا بوسنة انا منسيتش حاجها بس ظهر انت اللي انسيتي انسيت ايه انسيت ان ابو كرامة يبقى اخويا واخوكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت بش سمعني ما يلايك في ايه موسيقى راحت عليك الشالوفة مين زفت ها هل صوتك في سامة تولي انا رومانا يا خميس رومانا اوعى تقفل السكة في وجه في كلمتين مهمين لازم اقولهم لك لمصلحتك وبعد كده مش هتشوف خلقتي تاني لا مش هينفع في الترفون انا حطفش خميس ومش راجع بس قبل مامشي ليك مصلحة عندي اقول هالك وبعد كده مش هتشوف في وجه قابلني عند قبر ابو يا وامي انا هستنيك متعوقش يلا سلام الله عليك يا قبلة ده انا والمسحة في الشريف صدقتك ايه الحلوة دي ايش طيبتة اعودي انتي هنا واستنييني طب نتاعديني معيك يا بقى كشافك في الظلمة الدنيا بقت ليل ومعادش امان يا اختي ما تخافيش علي اعمال انتي بس اللي بقولك عليها طب خدي بالك على روحك سلام بناك في كشرة طريقك اغني خلاص يا ماءطرة اللي عشت والسنين اللي فاتت مستنى هيحصل واحاذ الغليب بعنخدهم وبكره انت هناوي على ايه براق مفندينة خلاص باح هينكتبلو شعدت خلق من الدنيا الليلة هتقتلو هاخد طرقه يعني مش ده اللي انت مستنيها اه بس بس ايه مالك مالك اتخيطتي كده لانا حتى قلت انك هتفروح لا 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 ولا حاجة بس بس خايف عليك ما تخفيش يا مطر ما تخفيش ما تخفيش انا مش راجع غير ودمنا فانتنا مغافق ايدي دوري عشان نقرى الفتحة لبع المريمون وناخد عزاء واحنا رأسنا مرفوعة موسيقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله موسيقى اشتركوا في القناة مع عيني مش ضامن ده ملعوب ولا حياة تسجيتلك ليه اللي عندك وعايزين اعرفه دي هتسافلس عايح تسيب البلد يا رمانا ما ترد علي ساكت يا يا رمانا بتعاطي ليه؟ ما ترد يا رمانا بتعاطي ليه؟ ليه الدموع دي؟ طاعت على روحك يا فندينة والله اعتوالحد يسمى عليك بتسلمين يا رمانا بتسلمين بتحديش يتحرق؟ المتاحة بتسلمين يا رمانا؟ بتسلمين يا رمانا؟ بتسلمين يا رمانا؟ هاتيلك يا خميس؟ هاتيلك يا خميس؟ هاتيلك يا خميس؟ بتفضلوا معاي بتفضلوا ملاش؟ بتوب عاينا ربانا هو كده بكلو شمال بتفضل بتبقاءات يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب هيا الغامة للي عن الدد فيها يا جدع الحقنا يا معلم الحقينا يا حاج يا زوز فيه ايه اللي حصل فيه ايه خميس جرى له حاجة ابن النوح كان عايز يعملها معاها بس الحكومة طبت وخطيتهم كلهم على المدرية تريد ايه ما تحكي له ايه اللي حصل تحكيه يا معلم بس يلبس انت الاول وتعال اروح له وفي السكة احكي له كل حاجة هالمشاجع لطولة زوز ايوا حاجة تعال ايه اللي حصل المعلم براقة كان عامل فيلمه مع رمانة على خميس لعبة كده كانوا مستفينها مع بعض وظهر انها قلبت عليه رحت من سلمات اسليم اهالي للحكومة رمانة مين رمانة دي اه تكونش عاصدك البيت الرقاسة دي هي يا كبير وقت اتقفندينا والمعلم براقة ملموم عليها اليومين دول ده بيت نايل ريس كنت انت وانت كنت معا من ريسك كنت لا ترجي من بايدة معالي واول الحكومة ما طبت علينا قلبت بالراحة كده عشان اجابلغ معاليك وما فين دي رادي يعني ايه براقه براقه يا حجة طلعوا براقه ما انت عارف ابنك ودماغه الناشفة معين الحكاية يا حجة كانت مكزبطة عالاخر ودن النوح كان هيلبس حكم شديد قوي بس افندنا بقى حن وقلبه راق وطلعوا منها زي الشعرة ملعجينة ولا اجدعها بضرقنا لا الحكاية فيها انا خميس ما يعملش كده قوانطة في حاجة في دماغه دماغه ايه حجة بقى البنات تعمل كل دوت ويجي اضرب مفاكة في الليلة كلها صحيق لعبتها بحرفانة وجرت رجل براقه ولا اجدعها خروف وسلمته زي الكلب لفندينة وهو فند دلوقتي وما جاش معاكل ايه راح عشان يرد الجميل مش قلتلك قلبه راق الرقصة تاني يا خميس انا مش مصدق روحي ما هو لخميس رجال واعد عالكنبة في بيتي كمان واحدوني يا خميس واحدوني عشان اصدق مالك يا خميس انت لسه شايل مني ولا ايه ده انا رمانة العيش اللي ساكن روحك مش تا كلامك ولا ايه رمانة الميزان في سوق الحلاوة مش انت اللي بتقولي كده انت نسيت ولا ايه يا فندينة ايه المشكلة اني مش قدر انسى انت عايزت انساني يا خميس انت عارفة كويس ان عايزة انسى ايه اللي انا عارفة اني حطيت روحي على كافي وسلمت رقبتي لابن النوح عشان ارضيك حاولت اكفر عن غلطة عملتها غصب وقلت حيلة دفعت عمري تمنها كل ده ما يخلكش ترقق وتسامح شاكلنا انام دي ورقتين ورقتين ايه ورقتين دول دول ورقتين جهاز خليت بدران مكتموا شاوزيتوا يا نشورت من وضيت الهو من وضيت الهو بجد يا خميس هتتجوزني الجد ايه الهبل ده هتوقعي ولا ارجع في كلامي يا لهوي ده روقعت من اول ما شوفك ا tutor هنا يا أخويا صح احا احا هونة ايه قلاص ماشي أنا هتصرف بالسلامة طمين يا معال براق عمل ايه وادوه فيه ما ترد علي يا معال جوزك للمرة المليون بيلف الحبلة حوالين رقابتنا ويسيبه في ايد خبيس عشان يفضل يشد يشد لحد ما روحنا تطلع مع انه كان وعدني هيجيب طار غريب الليلة ما كله منك انتي انتي اللي عملة الزن زي غراب البين لحد ما خليتيها كبرت في نفوخه وخليتيها من العالمه ضحكت عليه وسلمته رخيص انا مش عارف اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه كل ما قدي برجلة ترجعوني عشرة اعمل ايه يعني هو فين دلوقت طميني بالكتير الصبح هيكون عندك جاتكم الهم كلكم المترجمات 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 ترجمات انا فين انت فين دي انت عندي رمانة حبيبتك رازدي ساع كم طب صبح الاول ورمي بو يادك بكلمة حالوة يا بنت ما تبعيش نكرة للجميل بقى وهو في أطعم ولا ألز ولا أحلى من ليلة مبارح طب ما انت فاكر اهو اختشي بقى عشان بكزف هههههههه هموت في كسوفنا ومزيك 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 تربيت ايديك يا فاندينا ورمانا ما بتكذبش يا بنت تلكوتة ربتي لحظة لحظة واحدة ما كانش ده بقى حالي اخسى عليك يا بنت مغزر 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 تصدق ان انت وكنت وحشني قوي شفت بغنك ما تربيتيش مش بقولك تربيتك يا رمانا بتعشش في دماغ الواحد كده كأنك قفيونة لا فيونة ايه احنا نضرب شغلنا بقى والله ايه فارش افغاني اوريجنال من اللي هو الطالي الملاولي وده والنبي ما انا فهم حاجة بس بحبك يا فاندينا وانا معاك بحس ان كل حتة فيا كده على راحتها اول ما تبعد عني بحس ان انا مش عارفني هنطط مني انا مش انا ده انت عباسة كلنا فوقك يلا نقوم بقى نشوف حالنا لا ولا ايه ايه يا با انت فيه كلمتين عايز اقولهم لك عايز اقولهم برا طب ما تقولهم هانا ماشي وبعدين كلمتين ايه دول اوعى تكون ناوي تخلع مني لا 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 الكرام الفاضي ده انا هتجاوز يا رمانا يلا هرسوي دومنايل هتتجاوز تاني يا خميس هتقول لي داني انت ليه يا اخدا الموضوع على محمل شخصي كده يا بيت تتجاوز مصلحة رجل جات فيها غصبة عني ايه غلطة وندماان عليها لا خليكي فعباسة احسن كيش دعوة خالص بغاني الفنان المحترم هاني شهدر لان كل قلبوناته عندي يا بيت دي بيت العمروتي باشا دواز بيزنس يعني مصلحة بنت العمروتي؟ اه بس انت ملكش فيه انت ملكش فيه ولا ميت بنت عمروتي تعرف تزحزحك حدة من قلبي قفش انت في روحي رمانت الميزان يا بيت مع ضعضة في قلبي ولا يمكن تخرجي منه ولا بفرق الطاب لبلدي لمواخزة يعني ايش مبروك I love you يا رمان انت لا يتسلميني ولا ايه يرد الفعل الغريب ده انا عملت اللي علي وحزرتك فاكرة لما قلتلك ان اسمه بوسنة لازما يعيش وبجبت معاك ياما علشان تتجدعني وبطنك تجيب لكن ما حصلش يبقى انا عداني العيب وعملت الاصول عايزك تعقالي وتركزي وتوزني الامور صحة انت لا اول واحدة ولا اخر واحدة جوزها يتجوز عليها ويجيب لها ضرة تعيش معاها وفي الاخر انت عايشة في بيتها فندينة وكلها يومين ولا تلاتة ونرجع للبيت الكبير والبيت ده واسع والخيل ترمح فيه ما انت دايساه وعرفاه وفي البراح كل شيء بيتدارك اوه اوعي عقلك يوزك تنكد على جوزك لما ييجي عايزاه ما يفتكرش إلا دحكتك وابتسامتك وإنك انت خايفة عليه وتتمنيله الخير والسعادة بنات الأصول هم اللي يفرحوا الفرح جوازهم وانت بنت أصول ما تحولش الحكاية لطار شخصي انت يمكن تكون أخطقته مرة أو اتنين لكن أخطر حاجة بتواجه زابط الشرطة انه بيوصل للحظة ما بيعرفش يفرق فيها ما بين مشاعره وبين واجبه وانت كزابط شرطة واجبك يحتم عليك انك تكون على الحياة تماماً حتى لو كان عندك مشاعر حب أو كره لأي طرف من الأطراف سداني يا فندم اللي بطلبه من ساعتك ده ملوش آية علىها قبطار بيني وبين النوحة وأفندينا الحكاية كلها انها خطة في دماغي نربج بيها السوق ونوتر بيها الناس دي يخرجوا من الشقوق نعرف ما وصلوا العمليات دي مكلفة جداً يا آسر وانت لسه أنا عارف يا فندم بس أنا المرة دي هنبتدي بشكل مختلف خالص احنا هنبتدي بالشقوق والغرز والدواليب ضربة تحت الحزام للكبار يعني وأنا متأكد ان الدربة دي هتوترهم جداً ده ملف يا فندم بكل تفاصيل الخطة أنا موافق آسر ربنا معك أنا موافق آسر شكرا فندم موسيقى 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 خدمة встречا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة